ما صار واضح انتهجته القيادة السياسية منذ توليها في التعامل مع ملفات القارة الإفريقية على أساس وحدة المصير ومن هنا تأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي في نايروبي في نسختها الخامسة والتي تأتي وسط مشهد إقليمي ودولي شديد التغير يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الكينية نايروبي وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطط مصر في ظل ترأسه الحالي لللجنة التويهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية أنيباد كما سيلقي الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية ومن المقرر أن يجري رئيس أسيسي مباحثات مع شقيقه رئيس الكيني وليام روتو لبحث آلية تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة